200 هكتار من الغابات والمحاصيل الزراعية أتت عليها ألسنة النيران منذ بداية شهر الجاري بولاية سكيكدا وحدها حرائق دفعت بالحكومة اتخاذ إجراءات خاصة لتفادي أي طارئ قد تحدثه التغيرات المناخية القادمة خاصة تزامنا وفصل الصيف مخطط لنوضعه لحماية الثروة الغابية من الحرائق هذا المخطط يبدأ تشكيلته على مستوى اللجنة الوطنية يترأسها سيد وزير الفلاحة ومتكون من 13 وزارة وعدة مؤسسات اقتصادية أخرى ويتضمن المخطط كذلك الأشغال الوقائية الأشغال الوقائية لينقوموا بها قبل حملتها قبل الصيف وهي أهم وقت لينقوموا به وهو تنظيف تحضير أبراج مراقبة تنظيف الغابات وأطراف الطرق من الحشائش اللي يمكن تكون سبب من أسباب الحرائق تكوين السكان لمواجهة الحرائق بمناطق توجدهم دوريات لأفراد أمن الغابات وحملات تحسيسية كلها طرق اعتمدتها الحكومة لمواجهة أي بؤرة حرائق هذا العام طبعا وضعنا استراتيجية جديدة استراتيجية هذه تتمثل في تكوين السكان تكوين السكان المجاورين للغابات تكوينهم يعني كيف يجب التصرف في حالة اندلاح حريق دوريات فيها الدرك الوطني فيها الحماية المدنية فيها أفراد عوان الغابات يقومون إلى حد الآن يعني بالدورات هذه التحسيسية وكذلك لغرض المراقبة والتحسيس كل مواطنين كان استجابة كبيرة استجابة يعني كبيرة جدا كل هذا عززته الدولة بكراء طائرة إطفاء من روسيا قصد مرور صيف بلا حرائق ليبقى الوعي أهم عاملين تعاول عليه الدولة في مواجهة هذا الوضع الموسمي اشتركوا في القناة